قصة شجرة التين وشجرة الزيتون قالت شجرة التين بغضب شديد لشجرة الزيتون أنت شجرة شريرة تمنعين ما أصطقي عني ابتسمت شجرة الزيتون وقالت مرحبا بك يا جارة العزيزة أنا لم أمنع عنك ما أصطقي انظري تحتك قالت شجرة التين بنفعال أنت شجرة غير نافعة تأخذين الكثير من الماء وتسمحين لي بالقليل قالت شجرة الزيتون بهدوء أنا شجرة مثمرة مثلك وكلان نافع للإنسان قالت شجرة التين بغرور أنا أنفع منك أعطي الإنسان تيناً أخضر وتيناً أسود قالت شجرة الزيتون بتواضع وأنا نافعة مثلك أعطي الإنسان زيتوناً أخضر وزيتوناً أسود قالت شجرة التين مفتخرة يجفف الإنسان ثماري فيتلذذ بأكلها مع الحساء قالت شجرة الزيتون بلطف يعصر الإنسان ثماري فتتحول زيتاً طبيعياً يستعمله للأكل والطبخ قالت شجرة التين أنت تغيظيني أكلمك بعنف وتردين علي بهدوء قالت شجرة الزيتون أنا رمز السلام في العالم أحقق مرادي بالسلم وليس بالعنف قالت شجرة التين سامحين يا أختي معك الحق أشعر بالخجل نحوك يتحقق المراد بالسلم والسلام وليس بالعنف وأقبح الكلام وهكذا انتهت القصة إلى اللقاء